وعلى صعيد قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب استعرض رئيس السيسي في هذا صدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى إنشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تتناولت التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وتدمع القوميسة الذي ترأسه مصر حاليا تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قدير تفشي الإرهاب والتي تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في إفريقيا واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب كما نواهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب مشيدا في المقابل بالجهود الرواندية في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا وقد تبدلنا كذلك وجهات نظر حيال مختلف القضاء الإفريقية المطروحة على الساحة ولقد تناولت كذلك خلال مباحثات مع رئيس كجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسة الذي ترأسه مصر حاليا وتوافقنا على همية الإسراع بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية وتفعيلها